بهذه الطريقة أصبح عبد القادر موال من بلدية شحيمة بيتيارت يحصي خسائره جراء المرض الذي ضرب قطيع ماشيته وكلفه نفوق عشرات الخراف أمام لامبالات مصالح البيطرة لدائرة عين الذهب وبلدية شحيمة التي زارته مرة واحدة مؤكدة عدم وجود أي مرض بقطيعه وهذه المشاهد تؤكد العكس جاءنا البيطرة لدائرة عين ذهبت لتابع البلدية شحيمة تطع البلدية جابوه في الكاميو شاف الشياح عير الدم قال ما عادكمش المرض قال ما عادكمش المرض هذا اللي نحن ما نشعرف المرض اللي حاوسوا ليهم وكيدير المرض اللي عندهم ما نشفهم ما نقال هذ الشي يكره كبيرهم حاضر احنا تقريبا رحا مكذبنا قائد الشي ورحا مكذبنا لقد وحنا اللاقوا قال ما قعدش اللاقوا صي والقلم رعا بلوكارها كبير اللي يملولين قعدت القلم تلوح في اللاقوم بعد ولا خطره يموت خروف زوج ولا بعد ولا يموتوا بالعشر خمسة ثمانية ما قابل حساب ما تقابلها وتعساب يعني اليوم رحا لاحقه ستين ولا فوق الستين بلا حساب هذا الحاضر واللي قابل ما ما عنداش حساب قاد ولا هم قاعدين على الخمسة ولا يموتوا فقد أصبح هذا الموال يواجه هذا المرض الذي لم تحدده أية جهة بسبب غياب تام للمراقبة والمتابعة بهذه المناطق نفوق مستمر للماشية وقفنا عليها جنوب بلدية شحيمة والمناطق المتاخمة للمحميات الرعاوية التي تشمل موالين من ولايات أخرى تؤكد زحف هذا الوباء أمام غياب تام لمصالح البيطرة لدائرة عين الذهب لإيقاف كارثة حقيقية تهدد اليوم آلاف الرؤوس من الماشية جنوب ولاية تيارت ترجمة نانسي قنقر